سلام الله عليكم أعزائي تلمين سنة ثانية متوسط أهلا وسهلا بكم معي من جديد أعزائي متابعي القناة الجدد أهلا وسهلا بكم معي إخوتي شرفتوني ونورتوني ما تنسوش من فضلكم دعم القناة بالضغط على زل الاشتراك وكذلك تفعيل جرس حتى يصلكم جديدة دروس بإذن الله في هذا الفيديو أحبتي سيكون نموذج آخر للتحضير للاختبار الآخر تابعوا معي نبدأ قراءة النص سنة ثانية جديدة تحكي أن في قديم الزمان الارض كانت عبارة عن حديقة عملاقة كانت فيها دوغان برمية يعني أشجار النخيل طويلة وكذلك أظهر رائحتها جميلة وكذلك العصافير كانت عغنا بrilه يعني يغريق يعني يعني الفيزاج دواني هو المنادر الخدرا أو يعني الطبيعة الخدرا في هذه الفترة كان الرجال نزهاء وصراحاء صدقون دي ما يقولوا الصدق مثلا يعني أن كلمة الكذب لا توجد عندهم ذات يوم واحد فيهم يعني قال كذبة أو كذبة تبتي وي ميسلا ميلا فان أسات بالإبوك كار لجور مام انتنجي نووى مستريوز هاد الكذبة كانت صغيرة ولكن هاد الكذبة الصغيرة انهت تلك الفترة الجميلة لأن في ذلك اليوم أو في نفس اليوم سمع صوت رامي ديقول شكرا للمشاهدة ويجدون شكرا للمشاهدة ويقول للمرأزك دبو نفيا سأرمي عليكم حبات رامل يعني حبات رامل على الكورا على الاردية أو على الاردية أو على العالم ويقول للمشاهدة ويقول للمشاهدة ويقول للمشاهدة معا بقى بعض الآثار للحديقة القديمة ولحسن الحظ يوجد بعض الرجال الذين لا يكذبون يعني لكن ناس كامل تكذب لو كان يعني ما كان حتى يعني آثر للحدائق أو حتى حياة في الصحراء بعد ما قلنا النص أحبتي ننتقل لمناقشة الأسئلة ركزو جايدون في النص يعني حتى تقدروا جابو compréhension de l'écrit فهم النص Numéro 1 ce texte est une légende relève une expression qui le montre هذا النص هو عبارة عن الصورة استخرج من النص العبارة التي تبعينو داريكا لدينا هنا أحبتي في النص هذا العبارة une ancienne légende voilà هذه هي يعني l'expression qui montre que ce texte est une légende voilà Numéro 2 comment étaient les hommes à l'époque où le Sahara était un immense jardin كيف كان الرجال في الفترة التي كانت فيها الصحراء حديقة عملاقة أو حديقة كبيرة donc إحنا كذلك شفوا معنا أحبتي les hommes étaient لويو et franc voilà يعني كانوا صديقين وصراحا يعني يقولون الصدق voilà Numéro 3 لماذا الحديقة العملاقة أصبحت صحراء كما تشعرنا في النص لأنه واحد من هؤلاء الرجال يعني كذبة لهذا أصبحت تلك الحديقة صحراء donc la réponse حي نجدوها هنا في النص إجابة تكون كذلك لإمense jardin est devenu un Sahara car un jour quelqu'un dit un mensonge voilà يعني هذه هي الإجابة Numéro 4 réponds par vrai ou faux أجيب صحيح أو خطأ يعني الصحراء كانت غابة كبيرة هنا c'est faux c'était un immense jardin ب à l'ancienne époque les hommes étaient honnêtes في الفترة أو تلك الحقبة القديمة الرجال كانوا يعني شرفاء وصديقين donc c'est vrai لحظة معي أحبتي honnêtes هذه رهيل synonyme تا لويو الفرن يعني عندهم نفس المعنى donc هنا c'est vrai c'est en entendant la voix mystérieuse les hommes se mire à pleurer وعند سماعيهم الصوت الغامد الرجال بدأو في البوك c'est faux لأن بعد ما سماعو الصوت الغريب يعني les hommes encerre les épaules et se mire à plaisanter voilà يعني بدأو بالسخرية D le grain de sable tomba par terre à cause d'un mensonge c'est vrai يعني حبت الرمل سقطت على l'ارض بسبب كذب كذلك هنا c'est vrai هذا هذا يعني الجدول يذكر بدرس la nominalisation يعني استخراج الاسم انطلاقا من الفعل كما شفنا في الدرس وكذلك في فيديو المراجعة هذه الأسماء لازم عليكم تحفظوهم يعني ما عندهم قاعدة محددة ولكن لازم عليكم تعرفوا كل الفعل والاسم تعرفوا لدينا هنا le nom le changement le verbe تعرفوا هو changer voilà manifester لن تحفظو يعني المدهرة أو تدهرة لدينا le nom arrosage le verbe تعرفوا arroser يعني يسقي الازهار أو يسقي الاشب voilà donc لحنا عندنا changer la manifestation arrosage عندنا arroser numéro 6 سلين l'indicateur de lieu dans la phrase suivante ستر على مؤشر المكان puis الجملة التالية le ساور سنستالي dans l'immense jardin لدينا هذا الجملة يتعرفوا لدينا ندخط تحتى l'indicateur de lieu l'indicateur de lieu يوجد الادواث أو الحروف التي نستعمل على الحديد المكان par exemple dans sur أو المقرر من أداة الوصل هذه من البرونو relative إلى آخر الجملة ستكون هي la proposition relative نتابه جيد نتبدأ من هنا هذه هي الجملة الموصولة أما l'anticidean هي الكلمة المكررة والتي عوضناها بالبرونو relative وهي دائما ما تكون قبل هذا البرونو relative يعني jardin jardin هي l'anticidean هي الكلمة المكررة لكم ندير هاي لكم بالقلم حيث تفهموا أحسن لاحظوا معي هنا ندون رحو الأمر واضح عندنا jardin هي الكلمة المكررة هي l'anticidean دائما موقعتها ما يكون قبل البرونو relative كي أما من هادي من كي إلى آخر الجملة هي البرونو relative نتوما أحببتي في الإختبار ما ديروش هذا الرموز باسر كتبوها كما هكا proposition subordone relative باشتكون على متعكو كاملة نواصر هنا أحببتي numéro 8 ميل les verbes suivants au passé composé يعني الحنصر في الأفعال بين قوسين في زمان le passé composé أحببتي اللي ما زال عندهم يعني نوع من الصعوبة والغموض في هذا الدرس رحون موجود في القناة مع لكم فقط تكتبو le passé composé واسم قناتي أمامه حتظهر لكم الفيديو يعني شرح ملخص وبسيط يعني بزاف تلاميذ اللي فهموا هذا الدرس من خلال هذا الفيديو الملخص voilà أ أ للم quarص الملخص الملخص للمخص الملخص الملخص الآن إلى النا المترجم الملخص الملخص مع الملخص العوار العوار لكم أمون هل 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 أمون الملخص الملخص هنا مدرجم البصد لذلك ممكن أمون لَلَّا خَدِجَا مَنْتَي سُرْ لِسَوْمِي هنا عندنا لسجت لَلَّا خَدِجَا يَا أَل مَنْتَي رَحِي تسرّف مَعَ لَقْسِلِيَرَ أَتْرَ دَنْك تَرْجَعَ لَلَّا خَدِجَا اِ مَنْتَي سُرْ لِسَوْمِي وهنا نسابه جايدا احباتي بيما أَنْا مَنْتَي رَحُمْ سَرّف مَعَ أَتْرَ لازم عليكم ديرو لَا خَدِجَا سَرْف مَعَ لَا خَدِجَا ووالا نتابه جايدا نموه 9 نسابه لَلَّا خَدِجَا سَي 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 اتُلِسِ دُّ يعني استعمال اتنين هنا لدينا لَلَّا خَدِجَا هيا الْكَلِمَاتِ اللَّتِ لَهَا نَفْسَ النُطْق يعني لما ننتقوها نسمعها نفس الصوت ولكن الكتابة والمعنى مختلف لدينا هنا سَي هادي ستاً ناجكتيف بوسيسيف وان ديترمينو بوسيسيف سَي هادي سي لَوَرْبَ سَوْوَرَ كونجوغي أفك إِلَا سَي هادي ستاً ديترمينو ديمونستراتي يعني اسم من اسماء الإشار ثم معديكم تقرأوا الجملة ثم تحددوا موقع هذ الكلمات دونك لدينا إِكار سَي يعني إِكار c'est le sujet le sujet وشيجي منورح منورح يكون un verب دونك لحي نحطو سَي هادي إِكار سي كنه دوى پا سابخوش دو صلي سينو يل پردر سزال يعني إِكار كان يعلم انهو لا يجبو عليه الاقتراب من الشمس وإلا سيفقدو جناحيه دونك مدام قلنا جناحيه لهنا لحي نستعملو سه هادي اللي هي لادجكتف بوسيسيف ووالا دونك فالأول نستعملو سي لفر سابخوش في الثانية رحي نستعملو سي هادي لادجكتف بوسيسيف نمیرو 10 دونن تيتخ عطان تكست هات عنوان لهذا النص يعني كل تلميضة رحي خير عنوان بارغزمبل لاليجند دو سارة استورة السحراء إبقنا هنا هاد العنسر الاخر لعبارة على وضايا إدماجية ليا la production écrite tu as déjà lu ou écouté une légende où le personnage principal est سيد محمد réécris l'histoire en t'aidant de la boîte à outils emploi un titre indicateur de lieu a près de dans dans le voilà expression pour commencer la légende ou ta légende les verbes au passé composé et l'imparfait la relative qui ou et les adjectifs qualificatifs يعني هنا رحي نذكر رواية أو عفوا استورة سيد محمد الغرب هي موجودة في القناة يعني لازم عليكم تستعملوا يعني هاد النصائح اللي اعتهم نا رحي نديروا لها عنوان تستعملوا مؤشرات المكان عبارة حتى تكتبوا الأسطورة يعني باش تبدوا كتاب الأسطورة كذلك الأفعال رحي نصرف في le passé composé و l'imparfait كذلك استعملوا la relative qui ou ou و كذلك استعملوا des adjectifs qualificatif voilà كما تكتلكم قبل قليل هاد الأسطورة رحي موجودة في القناة يعني رح نخلي هالكم في هاد الفيديو كذلك اعطانا هون نبوات هاد الجدول او علبة الكلمات رح نستعملوها في الوضعية الادماجية لحي سهل عليكم يعني ماشي شرط استعملوهم كامل ولكن استعينوا بها خليكم نموذج هاد الوضعية وكذلك توجد وضعيات اخرى في القناة ما عليكم فقط تكتبوا وضعيات ادماجية حول الاسطورة واسم قناتي رح تظهر لكم الفيديو ولا احبتي ما تقطعوش الفيديو كميرو الاخير باش تشوفوا الاسطورة بهذا نكون صنع لنهاية هاد النموذج اتمنى تكونوا استفدتم معايا اذا استفدتم اضغطوا على زر الجام يعني باش نعرف باللي عجبتكم هاد الفيديو كذلك ما تنسوش بارتاج للفيديو حتى تصل لأكبر عدد منك من التلاميذ وتعمل فايد على الجميع بإذن الله اتمنى لكم التوفيق من كل قلبي اتركوكم في العيس لحفظه والسلام الله عليكم لا لجوم دو سيد محمد الغرب إليه بيان لانه كونتينوان اتمنى فوق جيران كي سابل سيد محمد اتمنى اتمنى للمشاهد اتمنى في قدام الزمن في الإقليم القسانطيني كان هناك حدث اسمه سيد محمد نجح في الحصول على غبار الذهب اتمنى لن جور لن جورن صالح بي اتمنى 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 دسا يوم الحاكم صالح بي علم بهذا الخبر إلي دسيد دس دس دبارس دلوي اي 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 يعني بعدما علم صالح بي بهذا الخبر قرر ان يتخلص منه ووضعه في كيس السود ثم رماه من اعلى كاف الكاف هو يعني جبل جبل مرتفع ويكون تحت واد يعني هدك هو يعني هدك اسم الكاف voilà سودان ان قرب افار جس فجأة غراب ظهر من الكيس فنالما سيت محمد الغراب كي سترانسفرما ان غراب في النحاية كان محمد الغراب و سيد محمد هو الذي تحول الى غراب سي بور سلا ان لسرنم انسي وهذا يسمى بهذا الاسم voilà احباتي يعني هده الوضعية الادماجية المقترحة ممكن عليكم اضيفوا فيها معلومات يعني انتم احرار ولا يعني كل واحد يدير لمسة تعه الخصاب به ولا